السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم اليوم في درس بمعدة اللغة العربية بعنوان بطاقة شكر إذن ما هو عنوان درسنا لهذا اليوم؟ بطاقة شكر أهلا بكم كنا نقوم بالمدرسة بالعديد من الأنشطة منها ما يكون في الاحتفالات منها ما يكون في زراعة الأشجار ومنها أيضا ما يكون في الإذاعة المدرسية إذن الإذاعة المدرسية هي أحد الأنشطة المدرسية التي كنا نقوم بها وكان لها العديد من الأهمية منها بأنها تكسب الثقة بالنفس أيضا بالإذاعة المدرسية نكسب المعلومات المفيدة لكن ما علاقة الإذاعة المدرسية بدرسنا بعنوان بطاقة شكر؟ دعونا نستمع لدرسنا لهذا اليوم الذي سوف أقوم بطرح مجموعة من الأسئلة عليه فلنستمع جيدا بطاقة شكر قالت هالة في الإذاعة المدرسية السلام عليكم معلم العزيز معلمة الغالية تعلمنا القراءة والكتابة والحساب ونجحنا إلى الصف الثاني شكرا لكما شكرا لكم لهذا الاستماع الرائع السؤال الأول ما إعنوان درسنا لهذا اليوم؟ أحسنتم بطاقة شكر ما اسم البنت التي ذكرت في القصة؟ أحسنتم هالة ماذا قالت هالة؟ أحسنتم السلام عليكم وهي تحية الإسلام ماذا تعلمنا في المدرسة؟ ممتازين تعلمنا القراءة والكتابة والحساب مثلا ما علاقة عنوان درسنا بالدرس؟ ممتازين شكرت هالة المعلمين والمعلمات على ما قدموه أحسنتم كنتم رائعين والآن دعونا ننتقل إلى التحليل الصوتي قالت هالة في الإذاعة المدرسية قالت هالة في الإذاعة المدرسية استخرج اسم مؤنث هالة أحسنت استخرج حرف جر واسم مجرور في حرف جر الإذاعة اسم مجرور بالكسرة استخرج كلمات لامها قمرية بطل الإذاعة المدرسية السلام عليكم السلام عليكم تحية الإسلام السلام عليكم معلمي العزيز معلمي معلمي العزيزة العزيزة استخرج كلمة لامها قمرية أحسنت العزيز استخرج كلمة فيها حرف مشدد معلمي معلمتي الغالية معلمتي معلمتي الغالية الغالية ما نوع اللام في كلمة الغالية بطل لام قمرية تعلمنا القراءة والكتابة والحساب استخرج كلمات لامها قمرية بطل القراءة والكتابة والحساب ونجحنا إلى الصف الثاني ونجحنا ونجحنا إلى إلى الصفي الصفي الثاني الثاني استخرج حرف جر واسم مجرور إلى حرف جر الصفي اسم مجرور بالكسرة استخرج كلمات لامها شمسية بطل الصفي الثاني شكرا لكما شكرا شكرا لكما لكما شكرا لكما شكرا لكما